وبينما تتواصل الجهود المصرية الحثيثة للتوصل الاتفاق هدنة ينهي معاناة الشعب الفلسطيني تؤيد الدولة بشقيها الرسمي والشعبي جميع التحركات وبواقف القيادة السياسية في هذا الشأن تأييد يأتي في إطار توحد مواقف جميع أركان الدولة في دعم القضية الفلسطينية دائما وأبدا أكثر من سبعة أشهر هي عمر العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة وهو نفسه عمر التحرك المصري منذ اليوم الأول فكل يوم من الحرب يلازمه تحرك من القيادة السياسية يرمي إلى وقفها فمنذ السابع من أكتوبر الماضي دابت القاهرة على بذل جهود مضنية من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذا التحرك المستقر إلى هذه اللحظة قابلت تأييد على مختلف المستويات داخل الدولة لموقف القيادة السياسية فالرسمي منها تجسد في حضور القضية الفلسطينية بقوة في كل الاجتماعات واللقاءات الرسمية للحكومة سواء كانت داخلية أو مع مسؤولين عرب أو أجانب أزمة غير مسبوقة التي تحدث في قطاع غزة واللي بتمثل لبلدينا على وجه الأخص طبعا مشكلة كبيرة جدا في ضوء ثوابت السياسية المشتركة واللي بتجمع بلدينا بدعم الكامل لأشققنا في دولة فلسطين وشعب الفلسطيني وإيمان دولتين بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية والتي بيبنى على تبني إنشاء دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتحت قبة البرلمان وعلى مدار أمد الأزمة كان مجلس النواب داعما لموقف القيادة السياسية وجهودها للدفع بالوصول إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار في غزة وخلال جلسات مجلس النواب حضرت الإشادات بالدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية بشكل عام والوضع في غزة بشكل خاص إن مجلس النواب المصري يشيد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدثكم فيها الآن في هذه المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات ومجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة التي يخطوها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأحزاب والقوى السياسية أيضا كان موقفها واضحا وموحدا بدعم تحركات القاهرة من أجل التوصل إلى التهدئة المنشودة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة أما في الشارع المصري وكعادته كان المصريون في مختلف محافظات الجمهورية خلف قيادتهم السياسية فأبهروا تضامنا شعبيا واسعا مع القضية الفلسطينية وموقف القيادة منها بنا دعم قرارات السيد الرئيس في دعم القضية الفلسطينية واتخاذ القرارات المناسبة لحل القضية الفلسطينية إذن هو موقف موحد سياسيا وشعبيا ونتاج نسيج متكامل البناء والأركان في الدولة الداعمة للقضية الفلسطينية اشتركوا في القناة